مع اقتراب موعد تصويت مجلس الأمن على قرار تمديد مهمة قوات حفظ السلام الأممية في لبنان يونيفيل نهاية الشهر الحالي تسعى الولايات المتحدة لتوسيع مهام تلك القوة وتمكينها من التحقيق في انتهاكات مزعومة لحزب الله اللبناني قوات حفظ السلام الأممية في لبنان هي قوة تأسست عام 1978 بهدف ضمان الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية إلا أن تعديلا أمميا منحها عام 2006 صلاحيات أوسع تمكنها من مراقبة الحدود اللبنانية الإسرائيلية وضمان عدم وجود تحركات عسكرية من قبل إسرائيل أو قوات حزب الله اللبناني قرب ما يعرف بالخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل وتقديم الدعم للجيش اللبناني سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أعربت عن رغبة الولايات المتحدة في إضافة صلاحيات جديدة لقوات اليونيفيل لتمكينها من منع انتشار الأسلحة غير الشرعية في جنوب لبنان ومراقبة تحركات حزب الله والتبليغ عن أي وجود مشبوه لمسلحين وأسلحة أو بنية تحتية داخل منطقة عمليات اليونيفيل حزمة الصلاحيات الجديدة التي سيتم التصويت عليها تزامناً مع التصويت على تمديد مهمة قوات اليونيفيل في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري تستهدف حزب الله اللبناني بصورة مباشرة خاصة وإن مهمة تلك القوات تقع داخل مناطق يسيطر عليها الحزب بصورة شبه تامة وكان حزب الله اللبناني قد اتهم تلك القوات بالانحياز والعمل لصالح إسرائيل أكثر من مرة اشتركوا في القناة